ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والمعرفة وتكملها مع مساعي الدولة لبناء الجسور بين الأمم والحضارات وقد جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وفي اجتماع آخر مع رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم أكد الرئيس سيسي لا اعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مصر لجهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيد ميجل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والدكتور مفيد شهاب والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية وثقافة المغربية الأسبق والشيخة مي بنت محمد الخليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والأسر والمهندس هاني عزر والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة والسيدة ساميا نيكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا والدكتور محمد سلموي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي مستعرضا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضري وقد حرس السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضري استعكسوا بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب معربين عن بالغ تشرفهم معضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز ومؤكدين اعتزمهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس سمن جهود مكتبة الأسكندرية لنشر العلم والمعرفة مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب مؤكدا دعم الدولة الكامل ودعم سيادته شخصيا للمكتبة ولدورها المهم ومشيرا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة فضلا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة العراقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة صرح المستشور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيضة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه مسمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس طيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله السيد الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوسيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده أعلى الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كفا اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسي العراقي بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك